يا عرب إنه الانحطاط العربي افتتاحية العميد أحمد عبد العزيز الجار الله لا شك أن حال عالمنا العربي لا تسر أبدا بل هو اليوم يعيش عصر انحطاط لم يسبق له مثيل بعد أن استقالت حكوماته طوال القرن الماضي من تأدية دورها ما جعلها تحول التنمية تخلفا وهو ما تؤكده الأحصاءات فقد بلغت نسبة الأمية العام الماضي 21% وهناك حاجة إلى توفير 60 مليون فرصة عمل خلال العام المقبل وارتفعت معدلات الفقر إلى 23% ليس هذا فقط فقد تراجعت التنمية في السنوات العشر الماضية إلى مستوى مرعب بات يهدد مستقبل 400 مليون إنسان يعيشون في 21 دولة تغرق خمس منها في حروب أهلية بعضها مستمر منذ عقود وهناك خمس أخرى تتخبط بأزمات سياسية معقدة تهدد أيضا بحروب داخلية فهل هذا الوضع هو ما تمحت إليه دولنا العربية في القرن الواحد والعشرين؟ في عام 2016 خصصت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عددا كاملا منها عن العرب رصد فيه الكتاب ما ترتب عن الغزو الأمريكي للعراق من خسائر في الأرواح والأموال بعنوان الكارثة التي حلت بالعرب منذ عام 2003 لم تكن المقالات مجرد تحليل إنشائي إنما أحصاءات وأرقام وشواهد على ما تسبب به ذاك الغزو فواشنطن يومها لم تسقط نظام صدام حسين فقط بل فككت الدولة وارمتها بأيدي الميليشيات الطائفية لتتحول ثروات هذا البلد العظيم مغارت علي بابا للصوص عملاء إيران رغم أنهم أتوا على ظهر الدبابة الأمريكية خسر العالم العربي منذ ذلك الحين إلى اليوم ما يزيد عن تريليوني دولار أمريكي وسقط في العراق وحده نحو 1.5 مليون قتيل إضافة إلى مئات ألاف القتلى في سوريا وليبيا واليمن هذا الواقع يدفعنا إلى السؤال متى يكون العالم العربي تحت حكم رشيد وليس حكومات تقوم على المحاصصة في نهب كل شيء فيما تبقى التنمية التي تتصدر بياناتها وخطب قادتها مجرد حبر على ورق الشعوب في العراق ولبنان واليمن والجزائر والسودان وتونس تنطفد على أنظمتها التي عجزت عن تأمين أبسط مقومات العيش الكريم لمواطنيها ولتغطية فشلها ردت ذلك إلى مؤامرة أمريكية إسرائيلية فهل إسرائيل أو الولايات المتحدة هي من تقاتل في العراق وسوريا وهل هي من دفعت لبنان إلى الإفلاس بعدما نهب حكامه نحو مئة مليار دولار أو جعلت الفقر يعم الجزائر التي تعم على محيط من النفط أو هي من مزقت ليبيا بحرب أهلية حتى لو فعلت واشنطن وتل أبي بذلك أليس في تلك الدول حكماء يدركون ما يرسم لهم أم هم كنعاج ينساقون خلف كل جرس يقرع أليست هناك نخب تتنبه إلى الخطرين الإيراني والتركي الذين يدخلان مثل الفيروس إلى جسد بلادها وبدلا من مقاومته تصبح ناشر له ليست المؤامرة التي مزقت العرب والمسلمين إنما الفساد والسعي إلى تغييب الشعوب وعدم منحها حقوقها بالحياة الحرة لسيما في دول اعتبرت على مر السنين رائضة نهضوية في العالمين العربي والإسلامي ولكن للأسف اتضح في نهاية المطاف أنها محكومة من لصوص وفاسدين يتنعمون بخيراتها ويتركون شعوبهم يتدورون جوعا ورغم كل تلك المآسي نرى اليوم من لا يزال يهتف للزعيم الفلاني بل يموت دفاعا عنه ويصدق أكذوبة أن ما يجري في وطنه مؤامرة من الخارج اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة